السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زي كل اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover كي جي تو تيرم تو او التيرم التاني ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر تو او الفصل التاني stories we tell in art stories we tell in art او قصص نحكيها من خلال الفن قصص نحكيها بالفن وطبعا ده في theme 4 او في المحور الرابع communication او التواصل وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية page 68 او صفحة 68 والنهاردة هنبتدي نشرح page 69 او صفحة 69 وانوانها shapes and nature shapes يعني الاشكال in nature in nature في الطبيعة الاشكال الموجودة في الطبيعة حوالينا shapes in nature وطبعا يا اصحابي احنا بنتكلم عن الحاجات اللي موجودة في الطبيعة حوالينا طبيعة يعني nature وهنا بيقول لنا انظر على the picatures the picatures the picatures الصور what shapes what shapes ما الاشكال do you see do you see التي انت تراها trace trace يعني تتبع امشي بألمك رصاص the shapes the shapes على الاشكال اللي انت شايفها you see on the plants you see يعني التي انت تراها on the plants on the plants في النباتات اللي موجودة في الصور بتاعت النباتات يبقى مرة تانية shapes in nature look at the picatures what shapes do you see trace the shapes you see on the plants ومدينا هنا four picatures او اربع صور طبعا كل صورة منهم فيها شكل من اشكال النباتات وطبعا اول صورة فيها مثلا الكاكتوس الكاكتوس او الصبار والصورة هنا طبعا فيها shapes كتير اوي مثلا فيها leaves او اوراق الصبار وشكلها عامل ازاي والروكس او الصخور اللي موجودة وفي الصورة التانية اصحابي موجودة flower جميلة اوي شكل flower واضح اوي وطبعا كمان leaves او الاوراق بتاعت flower والصورة التالتة اصحابي فيها شكل تاني من flowers او من الظهور والصورة الرابعة فيها شكل تاني من flowers او من الظهور برضو احنا محتاجين ان احنا نمسك البنسل بتاعنا او الامنا رصاص وهنمشي على shapes او الاشكال اللي احنا ممكن نشوفها في كل صورة من الصور دي طبعا هنا مثلا ممكن نلاقي leaves او الاوراق بتاعت الكاكتوس او الصبار نعمل عليها trace الروكس كمان اللي في الارض وفي الصورة التانية leaves او الاوراق بتاعت flower دي والصورة التالتة leaves او الاوراق بتاعت flower دي والصورة الرابعة طبعا الplant كله والflowers اللي موجودة فيه والاستم كمان او الصاق بتاعته كل ده عايزين نعمل عليه trace او نمشي عليه بالpencil بتاعنا او بألمنا رصاص ويدا يا اصحابي علشان يعلمنا ازاي ممكن نرسم شكل بلانت او نبات لان احنا نحتاجه في الصفحات اللي جاية نرسم بلانت او نباتات علشان نعمل بيها garden صغيرة او حديقة صغيرة وده هنعمله في شكل فني جميل فنتنعمل الpage اللي بعد كده خليكم معي ونوصل الpage 70 او صفحة 70 وعنوانها my journal my journal يعني الكراسة بتاعتي او المجلة بتاعتي وهنا بيقول لنا finger print art finger print art ده expression على بعضه معناه فن التلوين بالاصابع finger print art يعني فن التلوين بالاصابع زي ما احنا شايفين يا اصحابي في الفيديو الصغير الجميل ده ازاي ممكن نستخدم صوابعنا و ايدينا ونعمل تلوين وممكن نستخدم الالوان على طول نرسم بيها اشكال فنية جميلة طبعا الالوان دي لازم تكون الوان طبيعية non toxic يعني ما فيهاش اي مواد سامة علشان لو ادنا جه عليها الالوان دي وجه بعد كده باي طريقة من الطرق ناحية بقنا او عينينا او اي حاجة في جسمنا ما تدرناش فالالوان دي بتبقى non toxic او الوان طبيعية ما فيهاش اي مواد سامة الالوان دي بنقدر نستخدمها ونرسم بيها اشكال فنية مختلفة وطبعا ده اسمه الفينجر برينت ارت الفينجر برينت ارت او فن التلوين بالاصابع فهو هنا بيكلمنا عن النوع ده من انواع الفن وطبعا ده حاجة جميلة جدا المفروض ان احنا هنتعلم في ال classroom او في الفصل بتاعنا ازاي نقدر نعمل فنجر برينت ارت او فن التلوين بالاصابع ده هيتوزع علينا مجموعة من الالوان الطبيعية ال non toxic زي ما قلنا اللي هي ما فيهاش مواد سامة ويطلب مننا ان احنا نرسم garden صغيرة او حديقة صغيرة فيها بعض ال plants او النباتات المفروض ان احنا هناخد الالوان دي ونستخدم صوابعنا الصغيرة ان احنا نرسم بيها shapes الصغيرة في ال garden دي ونستخدم صوابعنا الاكبر شوية في ان احنا نرسم shapes الاكبر شوية في ال garden او في الحديقة اللي احنا هنرسمها دي بحيث ان احنا نعمل لوحة فنية جميلة عن طريق استخدام ال fingerprint art او فن التلوين بالاصابع فبيقول لنا هنا write about your artwork write about اكتب عن your artwork work your artwork عملك الفني طبعا زي ما عرفنا في الصفحات اللي فاتت ان صغيرة كان جالها present او هدية present او الهدية دي كان فيهم art kit او حافزة ادوات فنية وكان فيها كمان journal journal او كراسة كراسة رسم او كراسة عادية فالمفروض يا اصحابي ان احنا دلوقتي رسمنا الشكل الفني الجميل بتاعنا او ال artwork بتاعنا وعملناه عن طريق استخدام ال fingerprint art او فن التلوين بالاصابع هنكتب هنا بقى عن العمل الفني بتاعنا او ال artwork بتاعنا فبيقول لنا هنا today's date today's date يعني تاريخ اليوم هنكتب هنا تاريخ اليوم اللي عملنا في ال artwork بتاعنا او العمل الفني بتاعنا هنكتب هنا التاريخ I made انا صنعت made طبعا دي الماضي بتاع make make يصنع made صنع خلاص في الماضي I made انا صنعت انا عملت طبعا هنكتب هنا مثلا small garden picature small garden picature او صورة لحريقة صغيرة زي ما اتفقنا من شوية وبيقول لنا هنا I used I used يعني انا استخدمت طبعا احنا استخدمنا ايه اللي تعلمناه جديد دلوقتي اللي هو finger print art finger print art او فن التلوين بالاصابع فهنكتب هنا finger print art وبيقول لنا هنا في الاخر the title is the title يعني العنوان بتاع اللوحة الفنية دي is هو ايه هنقول small garden picature small garden picature او صورة لحديقة صغيرة زي ما اتفقنا من شوية ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معاي ونوصل لبيج 71 او صفحة 71 وانوانها my journal my journal يعني المجلة الفنية بتاعتي او الكراسة بتاع الرسم بتاعتي stamp stamp بتيجي بمعنى طابع بريد الطوابع اللي احنا بنحطها على الجوابات اللي احنا بنبعتها لأي حتة في الدنيا دي اسمها stamp اللي stamp طبعا لو مش هطينا على اي جواب احنا بعتينه stamp فهو مش هيتبعت اصلا ده اسمه طابع بريد او stamp طبعا هنا stamp art ده اكسبريشن على بعضه معناه اتباعة بالالوان فان احنا هنستخدم بقى الالوان بشكل منظم عن طريق استخدام الكريونز او اقلام التلوين ان احنا نلون اللوحة الفنية اللي احنا رسمناها من غير ما نستخدم صابعنا ولا حاجة ده اسمه stamp art stamp art او اتباعة بالالوان ان احنا نلون الحاجة عن طريق استخدام الاقلام المخصصة لكده فانا بيقول لنا write about your picture write about your picture اكتب عن الصورة اللي انت رسمتها احنا رسمنا صورة عن طريق استخدام fingerprint art او الفن بتاع التلوين بالاصابع وهنرسم صورة تانية برضو لجاردن سغيرة او small garden هنستخدم فيها stamp art او تباعة بالالوان او ان احنا نلون بالاقلام المخصصة للتلوين اللي هي الكريونز يعني فانا بيقول لنا اكتب عن الصورة دي بعد write about your picture او اكتب عن الصورة فبيقول لنا هنا today's date today's date او تاريخ اليوم هنكتب هنا تاريخ اليوم وبعدين بيقول لنا هنا the shapes i used are الاشكال اللي انا استخدمتها كانت the shapes الاشكال التي انا استخدمتها are هنكتب مثلا هنا plant leaves او اوراق النبات flowers او الظهور دي كلها shapes احنا استخدمناها في الصورة او في الصورة استخدمنا شكل اوراق نباتات واستخدمنا كمان شكل flowers او الظهور ولو استخدمت اشكال تانية ممكن تكتب اسمها هنا كمان وبيقول لنا هنا my picture makes me fill my picture makes me fill makes me fill بتجعلني اشعر بي بتخليني اشعر fill يعني اشعر makes me fill يعني بتخليني اشعر بي طبعا هنا هكتب happy happy او سعيد لما بانظر على ال picture بتاعتي او الصورة بتاعتي بحس ان انا happy او ان انا سعيد وبيقول لنا هنا the best part about my picture is the best part يعني الجزء الافضل about my picture اللي خاص بالصورة بتاعتي is هو ايه هو طبعا هنكتب هنا مثلا colors colors او الالوان الالوان بتاعتها جميلة اوي يبقى the best part about my picture is colors الالوان واخر حاجة بيقول لنا the title the title او الانوان of my picture of my picture الخاص بالصورة بتاعتي is هو هنكتب برضو هنا small garden picture small garden picture او صورة لحديقة صغيرة ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 72 او صفحة 72 والبيج دي جنيلة جدا بيكلمنا هنا عن شخصية مشهورة احنا نكون بنحبها انا مثلا يا اصحابي بحيب محمد صلاح لعيب الكورة المصري الجميل فده مثلا الشخصية الفيفوريت بتاعتي او المفضلة ليا فهنا بيقول لنا a portrait of play a portrait يعني لوحة فنية مرسومة of play of play من انواع اللعبة طبعا احنا نلعب دلوقتي ونعمل portrait او لوحة فنية مرسومة وبيقول لنا هنا use استخدم art materials art materials الادوات الفنية to show لتوضح the famous person the famous person الشخص المشهور having fun having fun بيمرح focus فوكس يعني ركز on what closest on what closest على ما يرتديه على نوع الهدوم اللي هو لبسها are best are best الافضل for the activity for the activity للنشاط اللي هو بيقوم به يعني احنا دلوقتي هنرسم the famous person بتاعنا او الشخص المشهور بتاعنا وهو be having fun وهو be having fun او بيمرح يعني بيستمتع بالمرح وعايزين نعمل focus او نركز على the closest ال closest او على الملابس بتاعته ان هي تبقى طبعا related to a لل activity اللي هو بيقوم به او للنشاط اللي هو بيقوم به فزي ما قلت من شوية the famous person بتاعي او الشخص المشهور بتاعي هو لعيب الكورة المصري الجميل محمد صلاح فانا هحاول اعمل هنا تعديل على ال portrait ده او على اللوحة الفنية الجميلة دي وخليها شبه لعيب الكورة المصري محمد صلاح وحط له closes او ملابس توضح ان هو بيلعب كورة او ان هو football player او ان هو football player او لعب كورة فطبعا هحدد ده في شكل الصورة وهنا بيقول لنا my famous person او الشخص المشهور الخاص بيا likes to يعني بيحب ان هو طبعا هكتب هنا مثلا ان هو ايه طبعا هو بيحب ايه فهتكتب الحاجة اللي هو بيحبها في النوقت دي ونتنال للبيج اللي بعد كدا خليكم معي ونوصل لبيج 73 او صفحة 73 وعلوانها communicating communicating يعني التواصل through art through art عن طريق الفن communicating through art التواصل من خلال الفن او عن طريق الفن وبيقول لنا هنا what do you think what do you think ما الذي تعتقده وبتفكر في ايه يعني about when you look لما انت بتنظر at على each picture each picture كل صورة what do you think about when you look at each picture فانت بتفكر في ايه لما بتنظر على كل صورة من الصور دي فاول picture او اول صورة فيها small baby او طفل صغير وراجل شايله كدا واحدة ستة وقفة جنبه فطبعا اي حد هينظر على الصورة دي اول حاجة هيفكر فيها ان دول small family او اسرة صغيرة وبيلعبوا مع ابنهم طب الصورة التانية فيها البوي الصغير ده وهو بيبتسم او smiling لحد بيصوره فطبعا اول حاجة هفكر فيها اول ما انظر على الصورة دي ان هو student في school من ال schools او ان هو طالب في مدرسة يعني من المدارس وهو سعيد لانه هو شاطر طب الصورة التالتة فيها ال cat ال cat او القطة دي وهي sleeping sleeping او نينة وجنبها ابنها او بنتها القطة الصغيرة التانية طبعا اول ما انا هنظر على طبعا هفكر في قد ايه ان ال cat او القطة جميلة وشكلها حلو واخر صورة فيها المونكي الغريب ده اللي هو شكله مبتسم وشكله غريب او شكله يدحك طبعا المونكي ده شكله سعيد جدا فاول حاجة هتخطر في بالي اول ما انظر على الصورة دي طبعا هفكر في قد ايه ان المونكي ده happy او سعيد وطبعا هو بيتصور وبكده نكون انهينا ال page دي وانهينا معاها درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الي الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتهم في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة